الجيش الوطني يفشل هجوما جديدا للحوثيين على مواقع في أبيان تهديد حوثي بإجراءات عسكرية عقب تولي مصر مهاما دولية في البحر الأحمر وأنظار العرب تتجه إلى ملعب البيت لمتابعة لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهاء المونديال أهلا بكم والبداية من أبيان حيث أعلنت قوات الجيش الوطني إفشال هجوم بري واسع للميليشيا الحوثية استهدف مواقع وقرى سكنية وقالت مصادر عسكرية أن الجيش تصدى لهجوم بري عسكري عنيف للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران استهدف مواقع عقبة المحلحل شمالية أبيان وذلك ضمن تصعيد متواصل للميليشيا في هذه الجبهة ووفقا للمصادر فإن قوات الجيش أحبطت تلك المحاولة وأكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد كما أفشلت تشييد الحوثيين لمواقع تمركز جديدة أصيب مواطن إثر انفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية في البيضاء وقال مصدرا حقوقي أن المواطن عباد الحطام أصيب إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا بمنطقة الحنكة بالقريشية في البيضاء وأوضح المصدر أن المواطن الحطام تعرض عقب إصابته لعملية بتر قدميه ويده اليمنى وفقدان إحدى عينيه وشضايا في مختلف أنحاء جسده ولا زالت حالته الصحية حريجة أفاد مصدر طبي أن الوضع الصحي لطفلين يصيب في قصف حوثي بطائرة مسيرة في حج يوم الاثنين الماضي بأنه حرج للغاية واستهدفت الميليشيا الحوثية مدرسة السلام في مدرية حيران بمقذوف من طائرة مسيرة أسفر في الحال عن استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين في حادثة وصفت الحكومة بأنها جريمة تحرب وتصعد الميليشيا الحوثية هذه الفترة من أعمالها الإرهابية التي تطال المدنيين في مختلف المحافظات مدعومة بتغاضي المجتمع الدولي عن جرائمها المستمرة بحق اليمني وفي صنعه حيث أقدم قيادي في الميليشيا الحوثية الإرهابية بمدرية سعوان أقدم على تكبيل أيدي أخيه الأكبر وتعذيبه حتى الموت في جريمة أثارت غضب الأهالي بعد رفضه أداء الصرخة الحوثية وقالت مصادر قبلية إن القيادي في صفوف الميليشيا الحوثية ضيف الله عبدالله خميس الذي يعمل مشرفا للحوثيين في منطقة خاربات سعوان شرقية صنعاء أقدم على تكبيل يدي أخيه الأكبر بالتعاون مع عناصر حوثية أخرى بعد تكفيره كونه معارضا لما تسمى بالمسيرة وأكدت المصادر أن العصابة أقدمت بعد ذلك على إطلاق النار في إحدى ساقي عبدالله خميس بعد تكفيره وإصراره على عدم النطق بشعار الميليشيا الحوثية أذى وقد هددت الميليشيا الحوثية الإرهابية باتخاذ إجراءات عسكرية حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه مهاما دولية جديدة في البحر الأحمر تشمل بضيق باب المندب وخليج عدن التهديد أطلقه القيادي في الميليشيا محمد ناصر العاطفي والمعين من قبلها وزيرا للدفاع وقال إن الجماعة الإرهابية اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديدا أو مساسا بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية حد وصفه نددت نقابة المحامين اليمنيين باحتجاز أحد أعضائها من قبل رئيس محكمة بني الحارث بصنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية وقالت النقابة في بيان لها إن رئيس محكمة بني الحارث أحمد العودي أقدم وبشكل تعسفيا ومخالف للقانون على إصدار أمر تعسفيا بحبس المحامي علي العصامي في حجز المحكمة وذلك أثناء حضوره يوم الثلاثاء جلسة تنفيذية لأحد موكله أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة تعس ضبط اثنين من المطلوبين أمنيا في قضيتين مختلفتين وقال مركز الإعلام الأمني بشرطة تعس إن الشرطة أو شرطة مديرية المظفر تمكنت من إلقاء القبض على المدعوب والمطلوب للأجهزة الأمنية على ذمة قضية تفجير قنبلة في حارة الدار وفي سياق متصل تمكن أفراد شرطة مديرية المظفر من ضبط أحد المطلوبين في قضية قتل أحد المواطنين في العام 2014 وهروبه من السجن المركزي حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عملية رصد لمكان تواجده وأشار المركز إلى أنه تم إيداع المضبوطين الحجز للاستكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص نبقى في تعز حيث استنكر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه موظفيها ومن ذلك عدم صرف العلوات السنوية لموظفي تعز وفي اجتماع له يوم ثلاثاء طالب المجلس بضرورة صرف مرتبات موظفي المؤسسات المركزية والذين لا يتقاضون مرتبات منذ سنوات وآخرين يتقاضون نصف راتب فقط في شأن آخر حيث أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تأجيل التصويت على مشروع قرار بشأن الحرب في اليمن قدمه أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في المجلس وقال المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ الأمريكي في بيان إنه تم تأجيل التصويت على وقف مشاركة القوات الأمريكية في أي أعمال هجومية في حرب اليمن ووقف كل المساعدات العسكرية وفق ما أوردته قناة الحرة الأمريكية وكان من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار لتقليص المزيد من الدعم الأمريكي للحرب في اليمن تصريح أمريكي نادر يدين الميليشيا الحوثية الإرهابية ويحملها مسؤولية اندلاع والسمرار الحرب في اليمن غير أن التصريح الذي أطلقه ليندر كينغ وسيط واشنطن في الحرب اليمنية أقر بعجز الولايات المتحدة عن وضع نهاية لهذه الحرب للمرة الأولى ومنذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021 يصدر اليوم موقف أمريكي يدين ميليشيا الحوثي ويحملها مسؤولية اندلاع واستمرار الحرب في اليمن الإدانة الصريحة أتت اليوم على لسان ليندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن على عكس مواقف الإدارة الأمريكية طوال الفترة الماضية التي استفاد منها الحوثيين وكانت في مقدمتها إلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية وتركيز ضغوط الولايات المتحدة على الحكومة الشرعية المبعوث وفي إحاطته قبل أيام أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي متضمنة إشارة واضحة يلفت انتباه اللجنة من خلالها للإستراتيجية الحوثية التي تقوم على تسويق أنفسهم أمام الخارج يتم النظر إليهم على أنهم الضحية في مواجهة المطالب اليمنية العارمة بإنهاء الحرب التي يقول ليندر كينغ لأعضاء اللجنة إن جذورها تنبع من تعطيل الحوثيين لعملية الانتقال السلمي في العام 2014 ويتحملون اليوم مسؤولية استمرارها والإثبات ذلك قدمت إحاطته شرحاً لجانب من الأدلة التي تثبت طورط الحوثيين في التسبب بالكارثة الإنسانية وعرقلة مساع السلام ومنها تراجعهم عن التزاماتهم لاستمرار الهدنة وشن ضربات استهدفت الشحن البحري بالإضافة إلى تقديم مطالب مغال فيها تضمنت مطالبتهم للحكومة الشرعية بتحويل عائداتها المحدودة من النفط لدفع رواتب مقاتليهم النشطين وهي أعمال حوثية يصفها المبعوث الأمريكي بأنها إهانة للمجتمع الدولي لكنه في الإحاطة نفسها يؤكد عدم قدرة الولايات المتحدة على إنهاء الحرب التي أثبت أمام مجلس النواب الأمريكي أن الحوثيين يتحملون مسؤولية اندلاعها واستمرارها فهل يترجم الكونغرس الأمريكي في سياسته وإجراءاته ما تضمنته هذه الإحاطة؟ وهل نشهد تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه اليمن؟ أم أن الإحاطة لم تقدم أي جديد؟ ولن تغير في نظرة الكونغرس والبيت الأبيض؟ وجه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى بضرورة الاستراع وعدم تأخير البت في قضايا السجناء والإشراف التام على أعمال الضبط القضائي وزيارة السجون والإفراج عماً لم تثبت في حقه أي قضايا ارتكبها وفقاً للقانون وأكد القاضي مصطفى خلال لقاه رؤساء النيابات في المحافظات المحررة بمقر النيابة العامة في عدن على ضرورة التصرف في القضايا المتأخرة وإحالتها إلى المحكمة المختصة وإعطاء أولوية خاصة للقضايا التي على دمتها سجناء والتحقق من مشروعية الحبس وتحتجز السجون السرية التابعة للمجلس الانتقال وباقي التشكيلات العسكرية الممولة من دولة الإمارات حرية عشرات المواطنين دون أن يكون للنيابة العامة سلطة عليها تواصل قوات دفاع شبوى التابعة للمجلس الانتقال المدعومة من الإمارات إخفاء طالبين كانت قد اختطفتهم بعد اقتحام كلية النفط والمعادن بجامعة شبوى منذ أكثر من أسبوع وقالت مصادر حقوقية إن دفاع شبوى المدعوم من الإمارات يواصل إخفاء الطالبين حسين المنصوب وعبد الواسع الحميدي في أحد سجونها السرية وأضافت أن ذوي الطالبين لم يجدوا أي معلومات عن نجليهما لذين لم تبذل رئاسة جامعة شبوى أي جهود إزاء قضيتهما أو حتى إدانة اختطافهما عقب اقتحام حرم كلية النفط والمعادن رياضيا قاد ليونال ميسي منتخب الأرجنتين إلى التأهل لنهاي كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه وذلك بعد فوزه على نظره الكرواتي بثلاثية أو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب لوسيل في نصف نهاي كاس العالم في فقطر اشتتح ميسي أهداف منتخب التانجو من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين ولم ينتظر الأرجنتينيون طويلا لإضافة الهدف الثاني عبر الفاريس في الدقيقة التاسعة والثلاثين ليعود الفاريس لإحراز الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والستين منهيا آمال كرواتيا في العودة إلى جواء المباراة وتنتظر الأرجنتين في المباراة النهائية الفائز من نصف النهاية الآخر الذي سيجمع بين فرنسا والمغرب مساء اليوم الأربعة نهاية النشرة تذكير بأبرز مجافية الجيش الوطني يفشل هجوماً جديداً للحوثيين على مواقع في أبيان تهديد حوثي بإجراءة عسكرية عقب تولي مصر مهاماً دولية في البحر الأحمر أنظار العرب تتجه إلى ملعب البيت لمتابعة لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهاية الموندياد ختاماً في أمان الله اشتركوا في القناة